السلام عليكم كديري لبس عليكم اتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هات الخبز الايطالي اللي الصراحة كي يجي رائع اه ما تنسوش تديروا اللايك و تشارك الفيديو باش يوصلكم دائما الجديد اندوزوا الطريقة والمقادر على بركة الله بالنسبة للعجين ديل الخبز الايطالي الفوكاشيا عندي هنا السلم الكيلو ديل الدقيق الابيض و عندي مع علقة كبيرة ديل الخميرة الفورية و عندي معلقة ساني دا و عندي خمارة الحلوة و عندي ربح كاس ديل زيت زيت و عندي الماء دافئ باش نجمع العجين دوزوا الطريقة على بركة الله بالنسبة للطريقة اللي ساهلة غدي ندير داك المعلقة الخميرة الفورية و التي nos Agreed minim勺 من المعلقة الساني داو وغادي ندير الخمالك الحلوة تقدروا تعودوا واحد المعلقة ديال حليب غبرة وغادي ندير ديك الربع كاز ديال زيت زيتون وغادي نعجن بالماء الدافئ كيف مقت لكم كيف العجين العادية اللي كان عجنه وما غا ننسوش واحد القبيصة ديال الملح راني ما ذكرتاش لكم في المقادر غادي نجيبها اللي ضرورية نديروا شوية ديال الملح وغادي نجمع العجين ديالي بالنسبة للعجين ما تخليهوش قاصحة حاولوا تخليهوه مرخوفة ودلكوها جيدا انا غادي نجمع العجين ديالي وغادي ندلكها ان شاء الله وغادي نطلقوا باش نوريكم كيف هاشكت تجي في الاخير نحاولوا ندلكوها مزيان اللي عندو العجانة يديرها في العجانة غادي ندلكها ليحسن اللي ما عندوش يدرها بيدو بحالي ندلكها ونطلقوا ان شاء الله هاي بعد مدلكت العجينة كيف كتشوفوه هي كتجي مرخوفة ومدلوه كم زيان غادي دبا نجيب واحد شوية زيت الزيتون غادي ندهن بهاد العجين ديالي وغادي نجيب الفيلم المونتا غاو اي بلاستيكو لشي زويف وغادي نغطيها وغادي نحاولو ندروف شي بلاستي اللي تكون سخونة دبرا كيف ما كتعرفو الحالة راه بارد كينة شتيوة الحمدولله لها ونخلي واحدة تختامر ان شاء الله مزيان ونطلقوا هاي العجينة ديالي راهض ضعف الحجم ديالها وخمرات انتوما كيف كتشوفو انا غادي نجيب واحد اللاطة عندي رفها ديال كيكة عندي كبيرة انتوما تدروف اي لاطة عندكم ديال الفران ديال الكهربائي ولا اي حاجة عندكم هنحاولو ندهنوا بقليل من زيت الزيتون حيث الاساس زيال هاد الخبز الايطالي هو زيت الزيتون هي بعد ما دهنت اللاطة غادي نجيب العجين وغادي رافض اللاطة وغا نحاول نسرحها ان شاء الله نحاول نخرج من هذك الهواء هادي نحاولو نسرحوها انتوما كتشوفو العجين كتجي رائعو كتجي رطبة هنحاولو نسرحها مزيان على هذك عشكل هاد هاد المولي عندي وهي بعد ما سرحتها انتوما كيف كتشوفو هاي تسرحات اللي بغادي نجيب الحشو اللي هاي تسرحات منها انتوما كيف كتشوفو عندي هنا يا طوماتسوريز وعندي زيتون اسود وعندي زيتون خضر عندي الفرماج حمر عندي هنا زيت الزيتون اللي درت معاها التومة غبرة واحد شوية ديال الملح ما تكتروش فيه الملح ديرو غير شوية وعندي هنا يا الهريسة اللي معاها زيت الزيتون كذلك وعندي هنا العشاب المونسيمة. يلا ما عندكم مش هد الزيت ديالهريسة انا كنت ادعي كنا اخط غير السودانية وكان ارقدها مع زيت الزيتون كتجي رائعة وهاد الهريسة كتبقى اختيارية لما بويتوش ما تديروش ولكن الصراحة ما كتجيش حارة ولكن تعطي واحد الطعم اللي رائع لهاد الخبز ديالنا. غادي نحاول نجيب هاد العاجين وغادي نشكلو على هاد الشكل. هنحاول نضغط بالاصابع ديال يديها هاكا كيف ما كتشوفو. هاكا. وحاولوا ما تخرجوش سبعانكم بش توصل لكم ديك اللاطا. حاولوا دلو عقرب من الفوق هاكا بالاصابع ديال يديكم. حتى تشكلوها كاملة. وغادي نجيب دم باطمات سوغيز غادي نتبتها على هاد الشكل. انا غادي شوية كبيرة قسمتها على جوج تقدرو تدروها انتم مصاينة. اه لكم الاحتيار. انا هادية اللي فكت تعجبني هكا بهاد الشكل. حاولوا نوزعوها على هاد الخبز ديالنا كلها. ايه بلاصة ما فيهاش غادي ندروها فيها. وغادي نبقاوه مستمرين. حتى ننسى اللي قاعد هاد ومرة مرة نضغطو على العجين ديالنا. راحنا هي قدمة. نبقوه احنا نديرو في في الحشو وهي كتختامر. بعد مسالي الطومات سوريز غادي ندير الزيتون خضر. حتى هو غا نحاول نوزعو. اي بلاصة ما فيهاش غا نديرها غا ندير فيها. اه صدقوني صدقوني كتشي رائع الصراحة. نتمنىكم انكم تجربوها لان هي مفضلة عندي. اه وكنديرها بزاف وقلت عليش اللي ما نشاركهاش معاكم. واقتصادية كيف ما كتلاحظو ما فيها شي حاجة اللي كتيرة. اه غادي كذا لك زيت الاسودة هو نوزعوه. هكا البلاصة اللي ما فيهاش نديرها فيها نديرو فيها. وكيف ما قلت لكم صراحة كجي زوينة زوينة بزاف. وانا اكيدة اللي جربتوها غدتو اللي تأتنتو ما بحالي معتمدة عندكم. اه تقدروا تديروها في القوتي تقدروا تديروها اه تفترو بها. اه تقدروا تديروها هكا فرمضان. ان شاء الله. وغادي نوزع كذلك هاد فرمج حمر. فبلاس فرمج حمر ما عندكمش فرمج حمر. تقدروا تديرو موزاريلا تقدروا اي جبن كيعجبكم تديروه. اه ولكن صراحة انا هاد هاد شي هو اللي كندير فيها دائما. وكجي زوينة بزاف. نشوفوا قاع البلايس اللي ما فيهم فرمج نديروه في نديروه. نوزعوا هاد الفرمج على هاد العجين. هاد ندروا جوانب. كجي بنينة 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 تجيب الساف. وغادي نبقى مستمر هكا حتى نسلي هاد القطع ديال الفرمج اللي عندي. ان شاء الله بادني الله. وغادي نجيب ده بادو كل احساب المنصيمة. اه زعتار زعيترا اه ليازير اي حاجة عندكم تقدروا تديروها. اه وغادي نجيب دك زيت الزيت واللي درت فيه التومة غبرة. ودك شوية الملح والهريسة. شو ما اللون ديالو كيف يجي. انا راك نديرت قريبا هنا اه واحد نص كاس. نص كاس صغير دين زيت الزيتون. اي هي قد ما درتو فيها زيت الزيتون. كجي رائعة. غادي نحاول نوزع حد الزيت كلها. غادي نجيب واحد شيتة. هنحاول نوزع لي هكا باش ما تجينش بلا صافية او بلا سلة. هنحاول ننقادها مزيان. وفررها شاعل بطبيعة الحال. اه من الفوق ومن التحت وننقصوا عليه لعندكم ديال الضوء عندكم ديال الغاز. ديروها حتى الطيب من التحت وعد شاعلوا عليها من الفوق. هندخلوها الطيب ان شاء الله. ونطلاقاوا باش نشوفوها كيف تجي. وهاي بعد ما خرج شامل فران كجي هكا كجي محمرة وكجي رائعة. اه صرحة في وعدة رائحة اللي غزالة. انا قطعتها معاكم. هانتما كيف كجي. كيجي جيد الخبز رطب بزاف. وكيجي زوين. نتمنى ان اتنال اعجاب ديالكم. وإلى اعجباتكم كيف العادة. ما تبخلوش عيب اللايك. والاشتراك. والدعم القناة ديالي. هذا فضلا وليس امرا. وبصحة الراحة. الى فيديو قديم. ووصف الجيدة ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. الى اللقاء. بالتوفيق الجامعي ان شاء الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.